القبر وصية إخفاء وإعفاء هارون والضباء السادس والستون في قبر هود وصالح في الظهر عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا متوا فاتفنوني في هذا الظهر في قبر أخويه هود وصالح السابع والستون جار هود وصالح وضجيع آدم ونوح قالوا في الزيارة السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح الثامن والستون مع عظام آدم وبدن نوح عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أردت أن تزور قبر أمير المؤمنين عليه السلام فاعلم أن كزائر عظام آدم وبدن نوح وجسد علي عليه السلام أليف عظام وبدن وجسد عظام ولحم إنها مشرحة وملحمة با لم يخبرنا القبورية عن هود وصالح عليهم السلام ماذا بقي منهما؟ العظام اللحم البدن الجسد جيم إذا بقيت عظام وأبدان وأجساد أنبياء أو أوصياء في قبورهم فماذا بقي من قول الإمام الصادق عليه السلام؟ ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض بأكثر من ثلاثة أيام ثم ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء؟ دال إن مزاعم وخرافات القبورية للتفسير والجمع بين رواياتهم المتناقضة لا تجد مثلها حتى في قصص الخيال العلمي وخيال السحر والشعوذة مهندس الصخي الحسني